تغيير مناهج التدريس في الجامعات وفرض رسوم خيالية أساليب حوثية متعمدة لمحاربة التعليم وتعقيد إمكانية مواصلة الطلاب لتحصيلهم العلمي في إطار مشروعها التجهيل وخدمة أجندتها العنصرية ومشاريع إيران التوسعية في المنطقة وتتعمد الميليشيا أساليب ترهيب وقمع لكل من يعارض تلك التدخلات عزوف الطلاب من الجامعات الواقعة في مناطق سطوة الميليشيا ناتج عن عدة أساليب مادية وتربوية أدت جميعها إلى عزوف الشباب عن الالتحق بالتعليم الجامعي أبرزها ترد جودة التعليم في مناطق سيطرة الميليشيا بسبب مغادرة كثير من الكفاءات الأكاديمية إلى الجامعات الأخرى في المناطق المحررة نتيجة المضايقات التي لحقت من الميليشيا وحرمانهم من رواتبهم منذ ما يقارب من تسع سنوات الجهل يولد الحرب هدف تعمل على تغريته الميليشيا لتعزيز جبهاتها بالدماء الشابة من من تسببت في تسريبهم عن التعليم الجامعي والعودة إلى مربع القتال تقارير إحصائية تشير إلى أن العشرات من طلاب الجامعات لقوا حتفهم في جبهات القتال بعد أن غررت بهم الميليشيا وأخرجتهم من قاعات المحاضرات إلى جبهات القتال مصادر أكاديمية يمنية قالت أن الميليشيا الحوثية شيدت كيانات موازية لنقابات التدريس واتحادات طلابية تحت ما يسمى الملتقيات الأكاديمية وملتقى الطلاب الجامعي بهدف استغطاب الأسادثة والطلبة ومراقبة وإرهاب كل المعارضين لتدخلاتها غير المبررة في شؤون الجامعات وكشفت المصادر أنه بعد أكثر من شهر على فتح باب القبول والتسجيل في جامعة دمار بلغ عدد المسجلين في أربع كليات بجميع أقسامها خمسة واربعين طالبا وطالبا فقط في وقت كانت تستقبل كلية الواحدة قبل دخول الميليشيا الحوثية إلى المدن وتعطيل مؤسسات الدولة أكثر من خمسمائة طالب على الأقل ترجمة نانسي قنقر